خلال صباح الأربعاء ودائما هذه النوافذ المفتوحة على كل مداخل الجمال والإبداع وكل بواطن الجمال في هذا الوطن وبلدنا حلوة من هنا بدأنا نتحسس القطى لما عقدنا عليه العزم السمرة والسواد ولهيب نار الشهامة نعم أنت في النيل الأبيض حيث التنوع في السحنات واللهجات والتضاريس فالنيل الذي يخترق الولاية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وشبكات الطرق البرية التي تمتد عبره شرقا وغربا جعلت الأمر ميسرا ولكن دعونا نكشف عن السر الذي قادنا لهذا التطواف هذا العبق السوداني الأصيل عاد بنا إلى ذكريات سودانية حبيبة شكلت الوجدان وعجمت عودة ما دفع حاد الوجد فينا لمزيد من التأمل في القواسم الثقافية المشتركة ولعل من أبرزها الأمثال الشعبية السودانية والتي تسللت عبر مسام أغلب القوالب الإبداعية لتسهم وبشكل كبير في الحفاظ على القيم الإنسانية السمحة المحددة لملامح الإنسان السوداني تصور كيف كون الحال لو ما كنت سوداني وهل الحال رمى أهلي هذه واحدة من القيم التي حاولت الأمثال الشعبية السودانية التكريس لها من عدة زوايا وأكثر من وجه لما في هذه القيمة من دلالات ترتبط ارتباطا وثيقا بالإنسان وبالتراب النشأة الدينية الباكرة للإنسان السوداني ونظام الإدارة الأهلية الذي يأوي إليه الناس وقت ذاك ومجالس الحكماء والشعراء والنابهين أجواء جعلت ميلاد الحكم والمأثورات الشعبية أمرا ليس عسيرا ما جعل الساحة السودانية تزاخرة بالأمثال الشعبية التي تتدفق عليها من كافة الربوع كان تقعد للحول ما تقوم بخاطر زول ولكن مجموعة الخواطر التي تشكلت لدينا ونحن نسبح مع الأمثال الشعبية السودانية عبأت فواصل الصنط ما بين الماضي والحاضر بحكمة وأناه ودثرتها بثوب أخضر شكرا